لا شك أن راغبين بإقصاء المستقبل كثر ولا شك أن راغبين في حصار سعد الحريري كثر أيضا إلا أنه رغم كل ما سخر للمعركة الانتخابية بأجه المستقبل لم تنجح في تحقيق هدفها ليحصد الطيار الأزرق كتلة يبية وازنة تحمل التمثيل الأكبر للطائفة السنية في البرلمان لكن كيف حصر المستقبل؟ معركتنا كانت على عدة جهات وجبهات وجبهات جبهة الدفاع عن وجودنا السياسي وجبهة التصدي لتفتيت القرار السياسي بكل مناطقنا وجبهة اللوايح المفبركة يلي تأكد بالوقاع والأرقام أنه كانت أداة بإيد الأقصام نوعرفين لطيار المستقبل كان كل شايف أنه الطيار المستقبل كان عم يواجه باللحم الحي مشروع إقصاؤه عن الحياة السياسية وعن مشروعية تمثيله لمكون أساسي من مكونات المعادلة الوطنية بالبلد على الأرض كيف كانت الصورة؟ في دائرة بيروت الثانية خاض المعركة بوجه لائحة المستقبل ثماني لوائح الأمر نفسه في دائرة طرابلس الميني الضني حيث نفس المستقبل سبع لوائح الأمر نفسه انسحب على مختلف الدوائر التي خاض فيها المستقبل للانتخابات لكن بالمحصلة كيف كانت النتيجة؟ كتلة نيابية وازنة تدخل البرلمان وخيار شعبي واضح بلغة الأحجام والأرقام الفارق كبير بين الحريري وخصومه من بيروت الثانية التي حصد فيها العدد الأكبر من مقاعد السنة إلى ترابلس وعكار وغيرها من الدوائر وفي الخلاصة يثبت أن تيار المستقبل هو الأكثر تمثيلا في الطائفة السنية على امتداد الوطن صلهم 13 سنة عم يكسر عم يكسر عم يكسر وما انكسرت وحيدل 13 سنة زيادة وما حينكسر أنا غير قابل للكسر حبيبي نقطة على السطر بس شو ما يتجوني حدا اللي هو قاد ولو ما حلكم تعرفوني ترجمة نانسي قنقر